خليك بوزيتيف كل نهار أحد من نصف نهار الماضي ساعتين مع سعيدة الزمزمي على راديو ميسك في فقرتنا الإيكولوجي واللي هي ديباريش على الترانزيسيون إيكولوجيك موضوعنا اليوم اخترناه على غريكولتور فاميليال وفي الخصوص هذا يحضر معنا الخبير الأممي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سي نوردين نصر للحديث معاه على العشرية الأممية للفلاحة العائلية وتشاركنا بالهاتف بعثة مشروع في الفلاحة العائلية طبعا نمشي للساعة الثانية في فقرة بي أكتور نتفرجو فيها على مقتطفات من فيلم يحكي على الفلاحة الإيكولوجية للدكتور وحيد الخضراوي ونواصل معكم من نصايح في البيانات ولكالي تدفي ستوري إلي كنت مع هشام درويش ونقفلو ختامنا مع الحلول مع موسيو سوليسيون مالك زمين تعرفوا في على أرقام ومعطيات على الفلاحة الإيكولوجية وقدم معنا بغانشي على 106.9 نمشيو بوزيتيفيتي ثم راجعين 100% كيف ما عودناكم حلقتنا دايما وأبدا تبدأ بالبوزيتيفيتي لأنه ما نحكيو على الإيكولوجي إلا ما نحكيو على البوزيتيفيتي لأنهم الكل هم مربوطين ببعضهم ونرحبوا بكاتة طبعا لرفقوا فينا توفيق النجار ميسيو إيكولو سبيح النور إيه واوا حمدي روضا حمدي سبيح النور إيمانا نحتاج ليديز فرست ميسيو إيكولو دخلوا في موضوعنا اليوم لخصك نتجنبو استهلاك الممنوعات استهلاك الممنوعات اللي هي التدخين اللي هي الحاجات الخائبة كيما المخدرات كيما برش حويش الاستهلاك كراهو يلزم يكون مرشد ورشيد ونعرفو كيفيش نتصرفو لهنا عنا أكيد تم عوامل تخلي المستهلك يستهلك العوامل الذين تتمثل في الاحتياجات والرغبات الاستهلاك مربوط الاحتياج والرغبة مربوط بعملية اتخاذ القرار في الشوام تعلرتيك اللي مش نشريوه تم عوامل مؤثرة اللي هي البيبليسيتي اللي هي العارض متاع البضاعة هذيك تم الإدراك والمواقف الإدراك المواقف كي تلقى حاجة مش تستهلكها وهي مجعولة للاستهلاك رويز نكتاخو موقف كي تبدأ الحاجة دي كميشي كنفورم للمواصفات تم حاجة أخرى النواية متاع الشيراء والسلوك في النواية متاع الشيراء واختيار البضاعة المششروها تم عبيد وصل التواف في أوروبا في بعض الأماكن واللي تختار بضاعة يبدأ لون بلاج متاحها بيو ديجرادابل يبدأ قابل للتحلل ما يشريش المقرونة اللي في البلاستيك ويشري المقرونة اللي في الكارتان هذه حاجة من الأحواج والعادات اللي يلزمها تكون موجودة عند المستهلك التونسي وثم زاد حاجة أخرى خطيرة جدا هي الولاء للعالمات التجارية الولاء للعالمات التجارية ثم عبيد عندها علامات تجارية رأي عندها ولاءات كبيرة برشا وما يشري كل العالمات هذيك مهما كانت الظروف ثم ثقافة أخرى يلزمها تكون في سلوك ما بعد الشراء سلوك ما بعد الشراء اللي هو ينقصنا في بلادنا روي عبيد الله كل حاجة عندها مصلاحة ما بعد الشراء رأوا حق المواطن في مصلاحة ما بعد الشراء ثم كونترات دو فونت ما فيها باس المواطن يوالي يقراه يوالي يشوف اللي زرتيك اللي فيه هكا ولا يروض راي صحيح راي صفغي احنا نقصتنا شوية ثقافة ما بعد البيع لكن انا حسب رايي المواطن التونسي ولا كونسيون بالحكي هذي خطر ساعات يمشي شورون مثلا مشي شري برودوية متاع ينقلوا احنا مثلا في الجدين يعرف الدار هذي كما فيهيش سيرفيسا بريفونت يبطل قولك اينا باعدش كون بشي ضمن ليش كون مشي شلي قطاع عبش يبدال لي بشي هذي تدخل في التسيزيون بتاع الشراء اللي حكينا اللي حكينا هي توفيق سمحني ما تنسيشي انك انتك تحكي على استهلاك تحكي على الجيب منتاع التونسي بطبيح انا حابا نعرف اليوم التونسي قدام هو شو يحب يستهلك وقدام هو ش عنده في جيبو فما قدرة شرائية وفما قدرة استهلاكية هل المعادة هذي موجودة تعتقد روضة التونسي قادر انه يحب يستهلك اللي يحب في كثير من الاحيان التونسي يشري حسب المقدرة الشرائية متاع غير متوازنة والتونسي واللي عنده ريفليك كما قالت سعيدة القدرة الشرائية اللي هي تحت برشة واللي عنده ريفليك يقولك بقداش قبل ما يشوف النوعية وقبل ما يشوف الجودة حتى الماركة يشوفها اخر حاجة بالطبع يشوف اخر حاجة وماذا بيه الخيصة هذا الاشكال نبسطوا الامور شوية احنا في الـ 100% احنا قلنا الاستهليك احنا رانا كل جمعة نحكي وش قاعد يصير وكفيش نطوره بالطبع احنا في الاستهليك شفنا قديش التونسي توا يستحفظوا ولا يصرفوا حكيتينا البارحين ويك كفيش التونسي قاعدين يستحفظوا في عضي شري خبز تيني شري خبزة بركة دي بما تكفيه فميش صشيات متع ميكلة مرمية اذا كان فتفوتت الخبز اللي فوق الطاولة تفضل يعطيها للقطوسة ولا للكلب هكا ولا ليه يركوبيري كل شيء معنا كل شيء ما فميش حتى حاجة تفسد حتى حاجة تفضل ومتلقى حتى في البوباليت الكل حاشيكم ما فميش الميكلة جملة وصشيات البلاستيك وحدهم والبوباليت وحدهم اما الميكلة ما فميش معنيش الفائض معنيش الاسراف تصويرها محلها تصويرها ولا محلها تصويرها فريمان نعيشوها تصويرها دي نوليو شعب إلى فرانشي تولي كاب إلى فرانشي تولي كاب فريمان تصويرها جميلة ياسر اما انا مش نقول حاجة أبغامو اللقطات تسلي عنا في الحومة قادرين ياخذوا من كل دار شوي هساش يتذوم تحكي عليهم معناه وكأنه التونسي فيعوذي طيش الماك لكي مقبل ولا يرفق على الحيوان هذه الصورة اللي معناه هم نعيشو المشهد ثمة ثمة شوي الماء والماء ولا يحط للحيوانات وراي هو اسمع فما 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 دي تكسشون قادرين مزيني احلى في حومتنا مديم في حومتنا ولينا نوكلو الكليب والقطات ديجابيا احنا بكنات شعن هي المشكلة المشكلة ظهرت الكلب السيبة طول موجودة في البلاد والي الظاهرة كبيرة برشا ويظهر لي بحديك في منوبة صارت حتى نهار الاربع كلب خرج من الدار كلب خرج من الدار مشي تخل المدرسة يقدم اربعة تلميذات بعد خرج تحل البحث جاءت الحماية لكن طول المسئولية لمن تعود ولا اكثرية تم برشا عبيد ما تعرجتي المسئولية تعود لمالك الكلب هو يتحمل مسئوليته وهو محاسب تابعات انتاحها والهنا الكلب السيبة ديك والله العباد تعطف يوكلهم يولي الكلب دا كي يكون موجود في بلاسة يولي يجي قدام يضيق زادا عيب زادا نسمع الكرتوش في اخر الليل يقتل في الكلاب السيبة والله يعيبانا في حولة البارح بارتا عشرة معناه يعلم وصفي مالوكه وقت دي تقتل الحيوانات راه اليوم نحن الحيوانات في حاجة لنا وهو ما راههم معناه احنا محتاجيني لهم راه وقد ديش ترفق في الحيوان ربي يرفق بيك هذي 1 2 أنا دايما وابدا نقول راهو الحيوانات حاجة اساسية يراهم كلهم تدخل في التنقع يدخل في التنقع يحنا برنامجنا نعم وتدخل زادا في حاجات يعطيوهم إذا عندك قطوسة لهابية مثالش أعمل تلقيح متاعك إذا عندك كلب من الكلاب إذا عندك الماكلة عليش تبذر إنتي تهي منزولة في القرآن تبذر الماكلة والتيش ما تبذروش ما عندك طرف حيوانات تربيهم وأنا مش نقولكم على صفحة الفيسبوك وكانت فرشت عليها البارع فما كلب يهز في تلين ذا في جهة من الجنوب للمدرسة متاح ما عندك بش تعرف ستينس بالاثنية ولا يوصلهم يوصلهم ويخاف على الطريقة متاح قصة تحفونا برشا دونك ارفقوا بالحيوانات متاعكم وكيما تزرع النباتات في الدار وفي الجنين متاعك زادا حتى الحيوانات حتى لهم شوية ماء ووكلهم وغذيهم وزادا خيرم التبذير عليش توقع طايش في الخبز في الشوارع عنتي ولا طايش في الماكلة في الشارع في النورفاج في النورفاج الكلب ولا يخدم لجيد متاع المبصرين متاع المكفوفين يخدم لجيد وهزوا لأي بلاسة ويعلموا 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 وكتسمي له بلاسة يهزوا ليه على خطر يحفظ هلو هاولوا الدرساج موجود والهناء والله بالمناسبة حابت ندعو المجتمع المدني والسلطة المحلية في تونس بكل أنها تقوم تقاوم الظاهرة هذية تقاومها إيجابيا بالطبيعة بكل إيجابية تم مجتمع مدني يحب يعمل يحب يعمل يحب يعمل مستودعات يا بلدية بربي كان عندكم وفروا مستودع للحيوانات هذية خلي المجتمع المدني والمواطنين دوما ينجموا بعدين على الحساب وانا تفكر صورت عندي سافة دوزان ولا تخوزان مع جمعية مع نهاية تلهاب الحيوانات عاملين ملجأ متع كليب نشوف الفلوس قادة تتصرف عالميكلة وعاللهوة وعالرعاية وعالفاتيغيناغ وعليه 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 عليش الدولة ما تسهمش شوية جمعية راهي بفلوسها الخاصة ومن مالها الخاصة وارض اللي عليها الملجأ متع الكليب زيدا مالك خاص هاو تم حل لكن السلطة إذا ما تدخل في الحل هو راهو توفيق ما تنسيش انه راهو الاختلال الإيكولوجي اللي نعودوا من غير معاد لتوفيق شنو يسير نضيعو 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 ندعيو للناس الكل ربي والحيوانات كان عندك حيوانات نعرف ربي وتلهابي ما فيها حتى شي كان عندك حيوانات في الحوم أعطيهم الماكل هذيكا ميسيلش معناها كتغذيه كل شي وزيدا كيف كيف راهو نحكيو نحنا دايما وأبدا نرجعوا لاستهلاك راهو استحفى الاستهلاك هذيك هي ثقافة في حذيتها ونجمو نحنا نرتقي بثقافة متاعنا شنو ينقصنا سماحني توفير ما ينقصنا حد شي رانا عنا لتيوري كل الإشكال في تونس التوين سارنا نحكي وتيوري أنا معنديش حقيقة وأنتم ما معندكمش حقيقة لكن فكروا روحنا وفكروا المستمع في نفس الوقت رانا نفكروا في المستمع رانا مش نقعنا قاعدين نعلمو فيكم قاعدين نفكروا في رواحنا بطريقة أن نفكروكم معنا خلينا نرشد الاستهلاك متاعنا رو كلمة ترشيد الاستهلاك راي فيها برشة 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 تأثير على حياتنا اليومية وحياتنا البيئية والبيئة متاعنا بصفة عام أصلا ترشيد الاستهلاك خلينا نحكي وفيها معناها كتامة دين كنت رشد الاستهلاك تستحفظ على فليساتك هذا هو يزن ننفيقه على خط يزن ننفيقه على خط الى ما تام شنقعدو هكا رغم للتيوري كل موجودين ويني حكايتك انت أنا من جيهتي نقولكم استحفظوا على الغذاء متاعكم وخلي عندكم الاستهلاك المستدام وغيروا مسلوك متاعكم ونمشي وطوى الفقرة ستوري واوة بعد الموزيكا ستوري واوة مازلنا موصلين معاكم احنا من الصنهار لما دي ساعتين على غادي ومسك سنسيس بوان نوف ونمشي والستوري واوة مع روضة حمدي كيف كل حلقة روضة مرحبا في انتظارك عسليما عسليما سعيدة مستري كلو كل عادة هنا نحب في ستوري واوة ونحكي لكم قصة صغيرة قصيرة لكن فيها عبرة كبيرة ومهمة كم العادة ان شاء الله المرة هذي قصتنا على أسد المرة هذي بش نحكيو حيوانيت مش كنتينا مستري كلو نحكيو على الحيوانيت به أسد في الغابة ما كم تعرفوا الأسد متقاعس شوية ومعامل دي مش كون يجيب له مكلته المرة هذي ملقاش بحدي شخون ونمشي عامل على يروح ومشي لوجه على حاجة يكلها تشتد بيه الجوع وجي على الأخر امشي إلى وجي لوجي من سعادة يستاد ما كم تعرفوا القاقديم وكان أرنب والأرنب هذيكا صغيرة خزر لها كشدها جيب شكل أخزر قاتي خمم توقينا أسد الغابة وكيبش نيكل بش نيكل لأرنب يصغرون هذي بش تعملي ميش بش تعملي حد شي لنت سد رمقي به في اللحظة هذيكا في الثينية هذيكا خزر الغزيلة متعدية معايا مستري كولو نعم الغزيلة هذيكا متعدية ولا ارمي لأرنب على طول يدو ومشي يجير الغزيلة هو يجري وك الغزيلة تجري هو يجري وك الغزيلة تجري فجأة اختفت ما لقهيش الغزيلة اختفت اختفت جاي تلفت بش يرجع لأرنب مرة أخرى زيدي كيف هي هربت على روح ومعادش موجودة شنو العبرة من هذيها العبرة أنك لا تكون جشع أول حاجة وما تطلبش يسر برشا كما نقوله احنا عصفور في اليد ولا عشرة فوق الشجرة وأحمد ربي على النعمة اللي جيتك خاطر ربي قال لأ إن شكرتم لأزيدنكم يعني انتي كتحمد ربي ربي يزيدك أما انتي كترمي نعمة ربي على طول يدك بش تتحرم منها وسيحلو عليك غضب الله هذي هي الحقيقة دونك احنا كنا نلقاوني عاما عند ربي نحمد ربي عليها نشكروه ونطلب المزيد ما فيها بسخة الربي قد ما تطلب من عنده راه بش يعطيك أما ما تكفرش بنامة ربي ولا تكن ششع هذي هي العبرة من قصة اليوم وستوريوا ودي ما عندها عبر والله حقيقة حاجة هامة جدا والحكاية اللي حكيتها رمو عبرة برشا أنا جابتني للمثال الشعبي اللي يقول اللي يبدل لحية بلحية يشتقهم لاثنين هاي وهذه أول حاجة حاجة تربينا عليها الجنراسيون تربينا عليها ثم القناعة والرضا كان زمنا يخلع الانسان اللي في حياته يبدأ منظم وني يقول معناه عنده القناعة ليسبرينة القناعة موجود والرضا نرضاه بما أعطى الله وكما قلت أنت راو أنت حتى في البيئة البيئة في الإسلام وربي سبحانه راو القرآن الكل يحكي على بيئة معينة بما أنه هو دستور المسلمين يحكي على بيئة المسلمين طريقة عيش المسلمين البيئة اللي تجمع كل شيء رسول الله رفع الأذاء عن الطريق صدق إماطة الأذاء إماطة الأذاء صدق معناها راو راو ثم قيم ثم ديفالور منضيع وهمش والحكاية متع الصيد معبرة برشا الصيد هو أكثر معناها على قدم هو بخلي على قدم هو بخلي معناها جيت حاجة دوب ما راح أجوها سلم في حاجة صحيح إحنا عنا الجشاعة ذاك من لرزموه في المجتمع لكن النجمو ندويوه على مستوى ببناء صغيراتنا نعلمهم القناعة نعلمهم الرضاء هذا هذا نحب ونحمد وربي بانسجور هو راو حديث نقيس روضة قالت قصة معبرة برشا وراه يتمسنا على الأخر لأنه اليوم ما أحوجنا للقيم تعثبات قد ما تكون ثابت في علاقتك بنفسك وفي علاقتك بالله سبحانه وتعالى وقد ما تكون الروح متاعك من داخل فيها كل أرض الطيبة لكل أرض الخصبة اللي كلها عطاء وكلها محبة وكلها ألفة لأنه لا مجال الغدرة ولا مجال معناها اللي غاب غاب قسمه ولا مجال للخبث اللي أنتي قلته معناها لأنه اليوم ما أحوجنا ما أحوجنا توفيق للمعايير هذية مع العلم وانتش بتاع البيئة مع العلم أنه رهي البيئة والإفلاحة والمحافظة علمية هذا موجودين في القرآن موجودين موجودين في القرآن بالبرهين الساحر توفيق هنا هاو عندي آية هاو وللذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما معناها الله سبحانه وتعالى معناها ثم إله في الكون ربي يحب العدل هذية بما معناه أنه لازمك لا تكون جديدا نقوله أحنا لا تكون يدك مطلوقه برشا ومصرف مبذر بين البينين هذا هو الرشيد هذا هو الاستهلاك الرشيد وجين الدين يصر والله رمضان سبحان ربي عملنا سخرنا الشهر كور باش نرجع ربي شوية باش نفهم وضعيتنا شوية باش نرجع بورو ديماري معنا يونوت راني باش ديماري عام كامل حيح فهمني ثم تأخي ثم توازن وثم حازق وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين بربي أشبع بوالديكم يا عباد الله أشبع بوالديكم متبعدوش على والديكم وحبوا والديكم وصيلت رحم رأي رأي عندها قيمة كبيرة 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 برشا في المجتمع رأي أوزولي لاستبيليتي متى المجتمع مربوط بلاستبيليتي دولة فهمية وأصلا توزن نفسي متى على أشخاص الكل مربوط رأي وحبينه ولك رحنا بعيلتك لا والله والله نحب نحقيك على الاختيار متى على الحكاية على خاطر لا تعمل في اختيارات وثم اجتهادات روضة يعطيك الصحة ماذا بينا نحكي حكاية حتى لو قصيرة تكون عنها ننجم ونتفعلوا عليها شوف قداش تفعلنا شوف قداش خرجت مني ذالوري جدا روضة شكرا لك على القصة في كل مرة تهزنا القصة وتاخذنا أصلا للحياة تمتعنا ولروحنا أنا نقول مريضاء الله إلا بريضاء الوالدين تعوا والديكم ونما هما اللي توفعوا أمهاتهم ربي يرحمهم في هشهر الفريق للي ما زالوا حيين دو زوروهم أعملوا معهم برشة خير ونمشيوا مباشرة موزيكا وبعد ندخلوا في الإيكولوجي وبتبعات الحال نحكينا لأن الإيكولوجي تساوي لأيكولوجي إيكولوجي رجعنا لكم في الترانزيسيون إيكولوجي كو موضوعنا اليوم كيف ما قلنا بيش نحكي وعال لاجريكولتور فاميليال إي لاجرو إيكولوجي ويحضر معانا في هذا الإطار الخبير الدولي الأممي لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اللي فاو سينوردين نسر مرحبا بيك وعسلمة ورفقني طبعا الخبير والدكتور في الإعلام والاتصال سواحيد الخضراوي مرحبا بك سواحيد عايشك مرحبا بيكم كما قلنا موضوعنا سي لاجرو إيكولوجي إي لاجريكولتور فاميليال ونمشي والسواحيد نرحب بسي نوردين نسر وهو من الكفاءات الوطنية بصفته خبير أممي في القطاع الفلاحي وموظف سابق في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لفو وسيتركز حوارنا اليوم مع سينوردين بالخصوص على عشرية الأمم المتحدة للفلاحة الأسرية يقولوها في الشرق أو العائلية بالنسبة لنا نحن والتي تمتد من 2019 إلى 2018 معلوم أن بلادنا انخرطت في هذه العشرية انخيارات فاعل ووضعت خطة وطنية تغطي الفترة من 2022 إلى 2030 لتفعيل هذا الانخيارات ضيفنا سينوردين نسر كان عضو في هيئة التحرير التي تولت وضع أركان هذه الخطة الوطنية مع ممثلية أطراف المتدخلة لنا اليوم لنصلت مزيد من الأضواء في حصتنا على هذا الموضوع نظرا لأهميته في تأمين الأمن الغذائي الذي هو كما تعلمون هو أحد أهداف التنمية المستدامة التي تسعى منظمة الأمم المتحدة إلى بلوغها في أفق 2030 أجند 2030 ونسوق معلومة نظق معلومة ذات دلالة في هذا الشأن وهي أن 80% من المستغلات الفلاحية في بلادنا والتي توفر المنتجات الفلاحية التي نحتاجها تديرها هذه المستغلات الفلاحية عائلات تشغل اليد العاملة فيها من بين أفرادها هذا يعطيكم حضرات السادة المستمعين فكرة على دور هذا النشاط الفلاحي العائلي في تأمين ديمومة المنظومات الغذائية سنردين مرحبا مرة أخرى أهلا وسهلا سيوه حيد إذن عنا موضوعين العشرية الأممية للفلاحة الأسرية أو العائلية وثانيا الخطة الوطنية للفلاحة العائلية لكل الكلمة سنردين بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم هو موضوع إن شاء الله يا ربي وفقنا باش نحاول ونعطوه وندبجوه مع بعضهم الفلاحة العائلية والفلاحة الإيكولوجية وكذلك الأهداف التنمية المستدام كانت أسمح سيوحي تندخل معهم شوية الهداف التنمية المستدام الفلاحة العائلية منين جت وعليش الفلاحة العائلية سنة 2014 قررت الأمم المتحدة أن السنة هذيك 2014 تكون هي السنة العالمية الفلاحة العائلية وفي السنة هذيك صارت عديد الدراسات في العالم كاملة صارت عديد الدراسات وبينت الدراسات اللي تقريبا 500 مليون مستغلة فلاحية ضيعة فلاحية هي ذات سبغة عائلية في العالم وبينت الدراسات اللي الفلاحة العائلية هي اللي تغذي العالم وبينت الدراسات كذلك اللي الفلاحة العائلية هي فهى التنوع البيروجي هي تحافظ على الموروث الجيني اللي حكيت عليه الأسبوع الفارد وكذلك وحاجة هامة جدا بينت اللي هي الفلاحة العائلية هي أكثر صمود في اتجاه تغيرات المناخية علش على خطر وفيها محافظة على المياه والتربة وفيها كذلك عنصر أخر خرج في 2014 اللي الفلاحة العائلية هي صديقة للبيئة وصديقة لصحة الإنسان ممتاز لذا معناها المحافظة على الفلاحة العائلية هي محافظة على صحة الإنسان وهي التنمية المستدام لخطر الأرض والواحدة كشي ممتاز في تونس إذا كان في العالم تم 500 مليون مستغلة فلاحية إذا كان مثلا أنا قلتك مش تربط شوية مع الفلاحة العائلية ومع أهداف تنمية المستدامة وحنا فيهم توقيا تحقيق أهداف تنمية المستدامة 2030 وفيهم زوز من أهداف همين برشا اللي هما الفقر والجوع الفقر والجوع مرتبطين ارتباط كلي بالفلاحة إذا كان نخذ بيد الفلاحين العائليين هذون اللي هما 500 مليون في العالم كل عائلة فيها كل مستغلة فلاحية فيها تقريبا ستة سبع أفراد معناها في مليار ونص ساكن في العالم معناها إذا كان أنت وقفت معهم تحقق أهداف التنمية المستدامة بسرعة معناها بسرعة ما قاش تخدم على الجزئيات لذا يمكن الأمم المتحدة وقتها تقول لك أنا إذا كان نحب نربح وقت ونحقق أهداف التنمية المستدامة هاو عندي برنامج كبير ها هما الفلاحين العائليين هذون نشتغل عليهم بش نحقق الأهداف التنمية المستدامة هذا 2014 ونتفكر سيوحيد احنا وقتها نخدم في الفاو وكنت أنا بيدي معناها ونا أصلي معناها احنا رأنا من أصل فلاحي معناها في الأصل وفلاحة عائلية كنت أنا بيدي مندفع كثير في الفلاحة العائلية وعملنا عديد التظاهرات في تونس وعملنا شريط شريط سلطنا فيه الضوء على الفلاحة العائلية في تونس وورينا معناها بالضبط بالضبط الكلام نحكو فيه هذين موجود في الشريط الدنوع البيولوجي والأشغال الفلاحية اللي هي تديرها العائلة ودور المرأة في الفلاحة العائلية وكذلك قرب وكيف الفلاحة العائلية تقع فيها الاستهلاك الاستهلاك يكون في الفلاحة العائلية معناها كأكي نسموه إحنا كالتدوير أو التثمين المنتجات الفلاحية قمح وبعض مرة تلقاها زادة الجمحة ذا كيعملوه وحدهم ووقتها خدمنا على الجمحة المحمودية والبسكري ووقتها لقينها في زغوين أشوفوا مختطفات من الفيلم لذا معناها تباق بان في العالم قيمة التنمية قيمة الفلاح العائلي لذا معناها الفلاح العائلية مربوطة بالاستهلاك المستدام مربوطة بالاستهلاك المستدام والاستهلاك الصحي أهم حاجة هو الاستهلاك الصحي والله هنا وقتها كلناسي وحيد كانت تسمع كلناكوسكس بالمحمودي بسردوك عربي عمت هنا السيدة شريفة تبارك الله عليها وقتها هي وزوجها في زغوين سعب الحميد التو ما زلت ما زلتها كأيتها في فوق قاعدت مقالنا نهارين بالقيمة الغذائية المحمودي وفي التقر اللي بعد باش نعديوا مقتطفات من الفيلم هذا باش حتى المستمعين يتابعوا فينا مش توقضوا معنا من الصنهار المادي ساعتين طبعا على راديو ميسك سانسيس بوان نوف راوا بعد شوية باش نعديوا مقتطفات من الفيلم على الفلاحة الأسرية اللي يحكي عليها السينوردي بارك الله وفيكم يعطيكم الصحة على هالتنويع في البرنامج هذا بايكي تعددتها عام 2014 وتعملتك الفيلم وتعملت الاجتماعات والواحدة كل شيء بينت المعطيات للأمم المتحدة قررت الأمم المتحدة أن تخص الفلاح العائلية بعشرية كاملة دسيني دسيني كاملة الفين وتسعتاش الفين وثمانية وعشرين سيسا وطلبت من الأفو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومن الفورو ملورال مونديال اللي هو المنتداء الريفي العالمي والفيدا صندوق الأمم المتحدة للتنمية أنهم هما يكونوا قائدي لها العشرية هذه وفي تونس ما بدناش عام 2019 عام 2019 في تونس كانت ثم ظروف سياسية وخلت أنها الانطلاق الأشغال متاع عشرية الأمم المتحدة في تونس تنطلق 2021 في 2021 الفاو والفيدا قرر عينوا اتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس بش هو يقود مع الأطراف مع الوزرات وكل شيء هو يقود وينسق عملية سياغة اللي سيئت اكسامت فيه أنا كنت الخبير اللي أطرت الفريق وسغنى الوحد احنا بدنا احنا في تونس والله يتبرك الله علينا سيئة وحيد احنا بدنا بعد الناس لكل تقريب احنا بدنا الناس بدت في 2019 احنا بدنا في 2021 نهار 21 29 كتوبر ظهري 2021 اتصحت الاتفاقية الإطارية بين وزارات الوزارات كانت معناها كانت تسمح نقولك شكون هما شكونوا وزارات الوزارات كانت وزارة الفلاح ووزارة شؤون الاجتماعي ووزارة المرأة ووزير التكوين المهني والتشغيل ورئيس المدير العام للبنك الوطني للتضامن اللي هو تعهد انه يمول يمول الفلاح العائلية وكان كذلك امضى على الاتفاقية رئيس الاتحاد الفلاحين والصيد البحري ورئيس الاتحاد المرأة تونسي اظهرنا كلهم هذه في البلان داكشون ناسيونال دميل الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثين هذه تمت المصادق عليه مع مختلف الوزارات هدومة ايه وانا سمعتن بعدها خطران السنة الفارطة بقيت في السعودية سينور دين خلنخرجوا فاصل غناء نبدلوا شوي لمستمعين ومزانة مواصلين بارك الله فيك مرحبا بكم مواصلين معكم في الترانزيشون ايكولوجي كموضونا اليوم للفلاح العائلية على ذاك عنا بالهاتف مكالمة هاتفية مع مادام زهرة نفافي سي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بغير الملح وعندها مشروع على الفلاحة العائلية أو الأسرية خليني نثبت المفهوم سينور دين عائلية والصيد العائلية العائلية مادام زهرة صباح النور مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بك مادام على راديومسك مرحبا وبيت عايز الضيوفنا حاضرين معانا مادام الكلهم على الفلاحة العائلية واقترحوك انت كصاحبة مشروع خاصة تنسي نور دين اي برك الله او معاك يعطيك صحة يا مادام زهرة وبرك الله وصلا رمضاك مبروك وصلا عيك مبروك وما ننساوش دكتور وحيد الخضراوي زادة وهو زادة يشتغل على الفلاحة العائلية هكا وليس وحيد مرحبا مادام زهرة بشتحكينا على مشروعك ناخذ بعض التفاصيل طالما هذا المفهوم جديد في تونس وانتي سيادتك معناها بعثة وقعد تقدم فيه نحكيه شوية على المشروع وبعد نخليه الخط تلسي نور دين حبي يسلك سؤال مرحبا بك بالنسبة للمشروعي أنا حكم أنا اتخذ الميدان لفلاحة في 1928 في الفلاحة العائلية بتاع راجدي وحموية والعائلة توقف حموية تخذتنا في الميدان لفلاحة مع راجدي والليدي وقتها صغار وكل بعدك أكبر ولدي وتخذ معايا لفلاحة والحمد لله في 2007 كنا راحنا في لحتنا خضرويت بالأخص زراعات البطاطق نزرع البروكل والذوبيا يعني أنواع الخضرويت بالأخص الخطوصية بتاع غير ما هي البطاطق في 2007 ثم برنامج تدعم الفلاحة في تجهيل قوارس في منقطة وليد كنزل سجاة وزرعة قوارس وكل وفي المشروع تاعي زراعات قوانس نتعرف الصعوبات وكل شيء أما الحمد لله كل عام يعني نتديوك الصعوبات هذه ونعاوض مرة أخرى نضغو كل شيء بالنسبة للسلحة العالية أنا نكون بالدويات وكل صيرة يكون بالرأي كل القطرة قطرة عندك تلك الشرطة الصيفة يوميا نصباح الأشياء الصعوبة 10 اكترات ما شاء الله تبارك الله هل أنك انت مثلا تزودي في السوق المحلي ولا السوق الجيهوي في بنزرت بالخضروات السوق الوطني يعني في الماشي الجرو ما شاء الله تبارك الله وهل أنك تشغلي أنت ناس أخرين ولا الشغل كله هو شغل عائلي شغل عائلي تبدأ في المواسم أكيد بش من نجموش وحدنا برك يطلوا معنا موسمي في الزرعة البساطة أما في الوقت الانتاج وقت تقرير نايز من خدام به مدام ظهرة احنا في الدراسات اللي عملناها وانت شاركتي معنا شفنا أن الفلاحات الفلاحين والفلاحات خاصة الفلاحات الفلاحات في تونس قليل برشا معناها قليل برشا والنساء اللي هي تملك أراضي في تونس وفي العالم الإسلامي والعالم العربي بصفة عامة قليل تفكري وقت قدمنا المعطيات قليل برشا تونس تسمى بالنسبة الدول الإسلامية والعربية من أحسن الدول مع لبنان اللي هي عندها المرأة اللي عندها أراضي فلاحية أنت هل أنك مالكة للأرض الفلاحية كمرأة وإلا لا منش مالكة مالكة زوجي مالكة زمعنا تخدمي مع زوجك وهل أنها زد ثم نقطة أخرى في الفلاحة العائلية وللأمم المتحدة تشتغل عليها وكل شي هل أن الفلاحة حاجتين هم نقطين هل أن الفلاحة العائلية مرتبطة بالتمويل عندها أكسية للتمويل بسهولة ولا لا وهل أن الفلاحة العائلية وحدها كما نقول وإيد واحدة ما تصفقش هل أن كم منخرطين في تعضوديات في جمعيات في الحاجات تنجبيش تعطينا لمحة على هذا وديقول لنا عندكش توصيات في الغرض بركة الله وفيك عايشك بالنسبة يعني انخراطنا في التعضوديات ولا في الجمعيات وكل ما نحبش الجمعيات بالنسبة في منطقتنا وكل خطرش الفلاح ماشي الفلاحة تدهور ماشي تقعب ماشي التكلفة الزين هو تبشين خرص يقول لك إلي بشين خرص بيه نحسر مشروعي ونفدم أنا وحدي وكل شي يعني مع الانتاج متى ومع تنزلزين كمسروف العائلة لكن يا مدام تو وانت كتابتي كل أسبوع ولا كل مرتين في الأسبوع تهبتي المرشد جرو للسوق الجملة وكانت تهبته كميون واحد من شيرتكم للناس الكل ماشي احنا في شيرتنا هي بيه يا كيكرا احنا في شيرتنا مناحطوش الفلاحة احنا للمرشد احنا عنا وحات مسترطين قلون مخمارة احنا احنا يجمع المنتوج من عند الفلاحة احنا يومي ذا انا عندي كانت سمع سؤالين سبعة خير مدام مدام زهرة حبي ناس سؤال سؤال اول هل ان الانتاج متاعكم يوفر لكم اكتفاء ذاتي كعائلة لا لكن الاكتفاء ذاتي بنسبة مرتفعة لا يعني الاكتفاء الانتاج متاعكم في لحي يكفيكم كاستهلاك العائلة متاعكم والله سو معاشي كافي قبل كان يكفي سو معاشي كافي وعلي حكم تغيرات المناخية والعوان صعبة تتلف السؤال الثاني متاعي هو انتما خاصية متاع الملح عملية السقي في الملح على حرف الشت يعطيني انت ك من المنطقة كيفاش عملية السقي متاع الخضروات على حرف الشت هذي عنا متقة اسمها العرافي الرملي ركتاية مصمينها احنا خدمنا عليها كأنا خدمت عليها وكل شي شو اسمها الكتاية الكتاية اي الكتاية خدمنا عليها من 2017 ديم الزا وكان ست في الرئيس اللي احنا خذينا مع الفاقو وكل شي في التراف العالم للزراعة خذينا الشي دا في 22 عام 2019 في روما وشنين الخصائص بتاع الفلاح الخصائص الارابي هذي اللي هي تتقاب المجل الجزة البحيرة الارابي هذي بالحكم غرمنح وقتها صغيرة من عهد العثمينيين فعنا صدخة الفلاح المعني ارابي كبار في منطقة غامل يمكن صدخة كما ارابي رملي صدخة جربوا جدودنا من عهد العثمينيين وكل وقتها زرعوا كي زرعوا جب حاجة قابل بنتين وكل يعني حاجة خيما حتى من الثرب شكرا لك مادام زهرة خاطر ضيق الوقت ومازال الضيوف نحاضرين معنا نشكروك مادام زهرة في رئيس الاتحاد المحلي الفلاح وسيد البحري غار الملح وبعث مشروع في الفلاح العائلية وقد معنا طبعنا مادام خاطر مازالنا مواصلين في نفس الموضوع سينوردين نرجع لك اجابة على سؤال سي وحيد هل يمكن ان تكون الفلاح العائلية هي الحل للانسب للتصادي للشانجم الكليماتيك نعم نعم تحب نفسر لك الآن خاطر مهم هو علش الفلاح علش بالضبط الفلاح العائلية وبعدها ولت عشرية الفلاح العائلة تضح بالكشف حسب الدراسات وخاصة في عام 2014 ان الفلاح العادية اللي هي نسموها الفلاح المكثف المكثف الفلاح المكثى اللي للي حكتوا الحبوب ولا البذور المحسنة محكيش على اللذان محسنة مائش البذور الهجينة ولا البذور الك歲 مغيرة double والاستعمال متاع الصنف الواحد ولا صنفين صنف ولا صنفين نقولوا مثلا تعمل جمح نوع واحد ولا تعمل شعير نوع واحد وتكون ولا تنمشوا للطماطم ولا الفلفل وكل شي تستعملوا كل اكل زيبريد كل عام يجب تستورد من الخارج وتجيب بذور غير متأقل مع المناخ متاعك خلي انت البذور المحلية متاعك وتجيب بذور من خارج البلاد من هولندا ومن فرنسا وتكون هاجي نايزم كل عام ترجع تشريهم استعاك البذور اذوق خطر هاجي وانا ثم تبعية تولي اول حاجة تبعية اقتصادية كبيرة برش وثانيا بينت بالكشف ان البذور المحلية والاصناف المحلية في النخيل ولا في الاشجار خاصة انه في الاشجار هي متأقلمة اكثر مع المناخ ومع الطربة متاعنا من اي حاجة جايتك من الخارج هذا هو السؤال مهم جدا والحاجة اللي هي اخرى زادة تسمعوا بلا ريفوليسيون فيرت اللي هي الثورة الثورة الخضراء الثورة الخضراء اللي هي بدت بالضبط بعد الحرب العالمية الثانية وقت اللي كانت من الناس كل يجي عنا في العالم جدت الثورة الخضراء يجب أن تستعمل المبيدات وستعملت الأسمدة الكيميائية غير انتج بركة باش تغذي العالم شنو صار صار انه وقع ايروزيون جينيتيك وقع انجراف جيني تقريبا حسب الامم المتحدة وحسب الفاو سبعين الى ثمانين في المية من الموارد الجينية انقرضت فكل القرن هذاك القرن الماضي سبعين في المية الى ثمانين في المية من الجينات هذه حكيتها لي في الحرقة الفاو حكيتها اي باه وبعدها كان الهدف انها تقليص من عدد الناس اللي جاء في العالم اشياء عنا هناك انتم قلتولي تحبو ان شاء الله نكونوا بوزيتيف ولو انها تشيفر مش بوزيتيف لي كل مجيسي لا بوزيتيف مش عارض حتى ولو فهم ارقامي سيليش الهدف في عام ستة وتسعين عام ستة وتسعين امام المتحدة حطوا هدف باش يقلصوا بخمسين في المية نسبة الجوع في العالم اللي هي كان ثمانية مئة مليون عام الف وتسعمية وثين وتسعين كان في العالم ثمانية مئة مليون انسان يقاصي ويوعاني من الجوع تسين وتسعينة الجوع والسوء تغذية اي باش يحبو ينقصوا فيهم بخمسين في المية باشي ولو اربعمائة مليون ايمتا في الفين وخمستاش معناها ثم خدمة باش توقع على مدى من ستة وتسعين حتى تا في الفين وخمستاش لالفين وخمستاش باش ينقصوا من ثمانية مئة مليون الى اربعمائة مليون شو اللي سار احنا التوكية مليار طبع ماذا ماش تحسن بالعكس تفاق 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 من العدد معناها هاك الفلاحة اللي عملناها لا تتش ولكن لا تتش لكنها زادت في اول حاجة وقع تلوث المواد المائية باللبيستيسيد واللبيستيسيد المبيدات قضينا على النحل النحل نقص بارشة في العالم النحل اللي هو اساس في تطليع الانتاج يبدأ عندك النحل تنتج اكثر لا خاطر هو اللي يكف حفلك الوحد صحيح النحل النقص الانتاج نقص عنا كل اكل وتلوث عنا حشرات عنا حشرات اللي هي تفترس لحشرات الذرة عنا حشرات جدرا مت tee lo combi الحشرات الانافعة هي مت利留 لذا قولت عنا حشرات الذرة من كثرت والأمراض كثرت وزيدت الطربة الطربة معاك الأسمية الكيميائية الطربة فقدت القوة متاحة ولد معناها القوة حتى القوة في الصمود وكافحة وكل شيء اللي تعطيها للنبدة النبدة ولد ضعيفة لذا يجب كل عام الداوي والداوي والداوي لذا معناها تخنف اللي يسموها هاك الساكل الدواء ديما الاسم الكيميوية ديما وكل عام معناها تحب تنتج أكثر وانت قعد تنتج أقل لذا صرت إخلالات لذا كانت تحب وتوقيا ندخلوا في علاش مما للفلاح العائلية واندمجت مع الاغرو إيكولوجي على الفلاح الإيكولوجي مازلنا حلقة اليوم رأي سبيسيال على الفلاح العائلية فاسو شانجمون كليماتي يزيد اوسي الاغرو إيكولوجي مارك الله فيك في فقرتنا المصورة دايما وأبدا مع الزميل أمين زانتور هاته المرة يكون عنا مقتطفات من فيلم لنوريسيار دوموند سيتم فيلم يحكي برشا على الفلاحة العائلية وعلى ذلك كم زي المتواصلين معنا مع سيري نوردين النصر دايما وأبدا نضيفنا العزيز الغالي والدكتور وحيد الخضراوي ونمشيوا مقتطفات للفيلم وبعد نرجعه موسيقى 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 موسيا موسيقى تحية كبيرة لك سي وحيد خضراوي نحن شفنا لقطات من الفيلم المصور لنوغي السيغ دي مونت أو حظينات العالم عندي كسانب شو نواجهها لسي وحيد لو كان يحكي لنا أكثر على المحتوى متاع الفيلم الفيلم تم إنتاجه سنة 2014 كمساهمة في الاحتفال بسنة الدولية الأممية للفلاحة العائلية وتم إنتاجه من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وكان لي شرف إخراجه وإعداده وتم إنتاج هذا الشريط وإعداده بتعاون وثيق مع السيد نوردين نصر الخبير الأممي وتنقلنا إلى عديد المناطق منهم في زغوان منطقة الجوفي الجوفي بالضبط ولهذا سيد نوردين كم ممكن ذكرنا بذكريات الفيلم كيف تصويره والمحتوى بالضبط بالضبط هو الفيلم بالضبط يفسر مكونات الفلاح العائلي وأحنا وقتها صورنا سي وحيد المكونات نتحق أن كل عضو من أعضاء العائلة عندها دور في الفلاح وعادة أن تكون المرأة والبنت عندها ارتباط أكثر بالبقرة وبالجاج والمعزة في الدار ونتاج الحليب والبيض والغيره والزوج اللي هو عبد الحميد الزلاسي برك الله في وقتها وررنا هو دوره خاصة في المحافظة على التنوع البيروجي على الجمح وررنا اللي هو دائما يسعى بشي يغرس خطر حتى التربة اللي عندهم زادة التربة ما تنجم ما تنتج إلا المحمودي والبسكري البسكري والمحمودي في ظل تغيرات المناخية وفقر التربة وكل شي وهذاك هو اللي يجي ومن بعدها كان بعد ما بلايس نوردين لو كان نذكره لسادة المستمعين علاش التسمية البسكري والمحمودي باعتبرهم معناها جينات محلية محلية راه وشوف المحمودي حتى نذكرته بالخير الشركة التعاونية بتعلق مر البي اللي هم يحافظوا على المحمودي ويخدموا على المحمودي المحمودي فيه قيمة قيمة عالية متاع بورتينات للأقمار الفانية منطقة هي للأقمار البانية في الباطن هنا في تونس في منوبة يقوموا بتشويق هذون مثلاً ياخذوا من بنك الجينات بذور بذور متاع المحمودي الصيلة من بنك الجينات وعملوا اتفاقيات مع مجموعة من المزارعين موجودين في سليانة وفي الكيف وفي عدة مناطق يوفروا لهم هما البذور البذور وتكون فيه إطار زادة بيولوجي ايبا ممتاز وبعدها ياخذوا من عندهم البذور هذوكم ويحولوها عندهم هما في المركز المتاع الشركة التعاونية تعلق مر البي يوقع التصفي امتاحها والرحي يمتاحها ويعملها في أمبلاج ممتاز ويتسوق عالميا عالميا والمحمودي بربي على ذكر المحمودي احنا كنا وقت كنا صغار كنا ناكلوا جمح المحمودي هذا كل شيء عمرنا ما ناكله بالحم في حد وهذا زاد للجميع المستمعين كي تعمل كسكس محمودي يعمل بالخضرة زايد تعمل في الحم على خطر في البروتينات هو بيدو تريريش بربي لفريتي لبريريش أم بروتيين زايد تعمل في الحم تعمل في الحم مع كسكس محمودي هذا هو الغذاء الصحي مهمة جدا خاصة فيديو معناه برشا نحنا معناه بش كنا عنا اللحوم دايما وابنا لطبيق متاعنا والله الحمرة هو مذر الصحة معناه اقتصادي معناه اقتصادي وصحي اقتصادي وصحي ولدا معناها احنا هذك عليش ركزنا وبعدها في اخر الشريط اخر الشريط عملنا كوسكسي المحمودي سينوردين انا بدي حبناه شنو هو بالضبط كوسكسي القمح كمح كوسكسي القمح كوسكسي قم كوسككسي قم اسمر مغذي جدا ايه مغذي وعندها فيها حتى نكهة وفيها مطعم وفيها ووقتها مشيت في التصوير الشريطة اللي توا عندينا مقتتفات منه زوجة سيد عبد الحميد جلسي بارك الله فيها للاث شريفة عملتنا كل شي محمودي يعني بسردوك بسردوك قعدت انا شخصيا نهارين متقنع أنا مش نقول لكم الحاجة جماعة الرجين حي موسيمة واصف مالك زادا كيف كيف كنا في الإخراجة دائما الفريق الكل يحبوا يعرف الكسكسي شاهينة ومحنا صايمين معناها تبقى كسكسي سي نردين مالله حمام 100% عليك بوسيمة اليوم أتكلم لما دام طيبول وليه قاوة هذا ننصحكم جربوا جربوا مرة أعملوا كسكس بالكسك المحمودي وموجود تدخل على الفيسبوك متوفر أسامة صار للأقمر البيئة موجودة عندهم الكسك المحمودي نظيفة حاجة نظيفة وبيولوجي زاداون بلويس بيولوجي بيت ربيا الآخر تشاريت كان تسمح شيء وحيدة خطرها الفلاحة العائلية آآ كان تفكر في ألفين ظهر لي وخمستاش ولا حاجكها جت السنة العالمية للتعاضديات صحيح يقول لك الفلاحة العائلية وحدها راية متنجمش تعيش صحيح لزمها تكون منخرطة في تعاضديات صحيح في تعاضديات في هياكل والواحدة وكل شيء احنا وقتها صلتنا الضوء علاقة الفلاحة العائلية بالتعابل ومشينا وقتها جزرنا مجمع ولا هي جمعية مجمع 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 المحلية النسائية النسائية في زغوان زغوان دي في زغوان أطلا تفكر اسمها واد سبايحي واد سبايحي في زغوان وين تم مجموعة من نساء زادا غادي حتى هم يحولوا في الجمح المحمودي وينظفوا فيه ويتجروا ويسوقوا فيه هذا هو الفيلم تقريبا يعمل حسطة على الفلاحة البيولوجية والصعوبات والحلول وذي يجرنا معناها نذكر كمشينا نصوروا سألتم عليش تسمية بتاعواد السبايحين وانا مانيانا برباش صحفي إذا منعرف كل شيء قالوا لي في وقت ما وقت الاستعمار جاءوا جمع سبايحية سبايحية المنطقة وحبوا يعتديوا على بعض الفلاحات وفلاحين فالفلاحات نجموا بمقاومتهم لأسبايحية يغلبوهم ويخرجوا من المنطقة معناها يحب يقول نساف فاعلات فلاحات يعني عندهم شخصية وما شاء الله لهم هو المرأة الفلاحة هي مرأة فاعلة نساء فاعلات في المجتمع هنا حلقة اليوم بصراحة حلقة سبيسيال ومن تناولنا فيها الفلاحة العائلية الفلاحة الأسرية لغو إيكولوجي بش نعودولها في حلقة أخرى أكثر معنا تفاصيل ونشكر برشا الخبير الأممي من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لفاو سينور دين نصر على تلبيت الدعوة والدكتور وحيد الخضراوي بتبعى زميلنا أمينة زانتولي رفقنا فيه بأكتور واحنا نمشيو شوية موزيكا نغير شوية ونمشيو بعدها هكا خير هكا خير هكا خير كلها نصاقحة مع أخصائية التجميل مش كون يعرف سيهم السبعي بتبعى تلحال بعدما كنا في الإيكولوجين مشيو شوية بيانات وشوية كاليكة دبيعة أصلي ما سيهم ما حوالك يا مدام مرحبا بيلا بيسر شوفك نفرحين بالحق سيهم كتشوفها تفرح الله يبرك اور لكم نمشيو سيح черزل صلح فورك شوفك نستدين دبيعي التجميل تجميل طرح الطرح ما يحب طرح نحن بحق نحن بحق لعج نحن نحن تتوقف حتى نحني بحق نحن عدأ نحن بحق نحن هو موجود فيترينا هو أحنا بش نحسنه بش نوظفه اليوم وجاينا العيد ورمضان نتعدى علينا ومحليه وما شاء الله وربي بالحق يتقبل سيمنا وصيمكم الكل فما البو ما حكينا عذا قبلك فيش هتراهلته كل هاني اليوم ش حب نعتيكم عم تيغو تييل تيغو تييل وصدقوني فهي سوربريز مسيو ايكو شو تعرفوش خاتر بالحق مسيو ايكو الحقيقة الحقيقة دي ما هو معايا حتى انتي راهو سعدودو زادا كوميم زادا ما ننسيش هو ما يشيرك في الحلقة اللي ما تكون انتي موجود مش على خاتر راهو تهن وبيانشيرك جماعة الريجية ذوك ما ننسى هامش بيانشير ونسي الكل هون وواصف ووسيمة شيف ووسيمة وشيف واصف امين زنتور ومالك من غادي خلك نصائح 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 بالحق اليوم نشيتهم مش مش نجاوب على حد شاي بش نعتي نصيحة نصيحة اللي هي كمان غادي ينبو ينبو بو معناها كيفش نحافظ تبقى بو محلها وجه يبقى محله بشنو اول حاجة اللي نحنا لاحظتو التونسي مالوغزمو التونسي ما يعرش يغسل وجو اه هذي يتوفيق بحق بحق منعفوش نغسل وجوهنا منعفوش ننظف وجوهنا هي الكلمة غسلين وجوهها صعيبة شوية منعفوش ننظف وجوهنا بش ننظف وجوهنا راهو سفغي هي فما الماء مش نستعملو الماء عالش كنتكم راهي فما داخلنا شوية ايكو بطبيع اه وفما لسي بروديو كوسميتيك بيانسور احنا كمش نقومو اول حاجة نعملوها نحنا ديجا نغسل وجوهنا بحق الصباح هذا في اللي كنت راهو لازم أنا نغسلو جوهنا لكن اسكو الماء واحدو كيفش نغسلو به دووجه وقالنا نزيدو حاجو ووالا دونك الماء واحدو نغسلو به لازم نزيدو حاجة اخرى الحاجة اخرى دي ما ونعادو نكمو سولان طيب دو بو معناها يا اما عندك جائل مش تغسل به ما نفركسش على لس ما نفركسش على الماركة نفركس على انو يمشي مع البشرة نطاعي وقالا ما يمشيش بوط النظر وقالت عن نظر معديش او نمارك بيان كي بيانحنا نحط انا من يبليت انا وجهي وعملتها مش نشي مش نخدم موفمان سيركولير موفمان سيركولير لك المسامات مثلا هي بشرة زيتية الدهنية ولا درشنية مش ننظف فاك المسامات ندخل فاك المسامات تنظر ومبعد انشاء الله للوجه متاعي بيانسور كان عندي مثلا موس زاد كيف كيف كان عندي لسيون وقالا او ميسيلير اوك دي كوتون كان عندي انلي كان عندي ويل ويل موسان فما دي ويل طوالة وليويل وجني غالما بربي ديويل رهم دي دي بوخ لبوكي سانسيش بوو دي زي دراتي جو شرش با المقام لاماركو اللي حاج عني نحكي على التكسير دي ما الكاليتي بيان جينا نحنا نحنا نصبو هاكا نصبو نبداو هاكا في الماء نحطو نحطو هاكا في الماء التنشيف متاع الوجه عليش كنتم نعرفوش نغسلو جزة بشكني توق انتيش نوجبتنا من جديد بربي تي حاجة بسيتة على الأخر معاني بشتغسل بشتغينتي يقن نستنى في الحاجة الجديدة احنا المعروف انه نحنا تكغسلنا ونزربو جيمة دي ما نزربو نشدو بالما نشفا تك نهبطو انا ما ماشي كانت تقنين هاكا اسلتو اسلتو وجوهكم اسلتو وجوهكم كنتو تشو نسلت معاني تعمل تجاعدة بربي لحظة طوية تعمل تجاعدة تبدأ تهبط تهبط انتي تعمل كما تنشف وتنزل هاكا وتهبط تهبط احنا شكونا اول حصة تفكروها احكينا لفيزاج راهم اللي ميسكو لفيزاج وكلهم راهم يهبطو دونك احنا كيبش نهبطو كمعدي خلي انتابتو ما نسيلش نشد المنشفا وجو تابوت ناشر نحطها خليها تشربو حادة تشرب دي الماء كما تغسل البيبي بالضبط الله يرحم شبه البيبي نسح وضو عليه ونحنا يا سيدي ما عندك شو نحطها نحطها كالمنشفا وننزل هكا ونسي والله 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 معناه يعرفوا معلومة اكثر مننا احنا ما يبيان شو قديش الثقافة متاع نحنا نقصتنا بارشا حاجات آه ليه بالحق على خطر بتاع المنشفا الوجه انا ولا اول مرة نعرف ما نش حط لبنيش في هذيك وتنحط على وجه مش نسلة الوجه ربي والله منتكم مسامحوني الله يرحمها مماتي معناه اخذيت معناه هالكلمة كنتي ما تكونون خطر هي ديجا ما نهبطش الفيزاج ما نهبطش لوطة الوجه وبين صور نمشي الاول حاجة باش نحافظ على البوم متاعي نستعمل نتنش في الوجه متاعي ناخذ الكرام متاعي ولا لغت شوية المتاعي اللي بش نستعمل لاحظة انا قاد نتفرج في الفيديوات طوى هاكل خيوت اللي موجودين في الواجه رامع الفيديوات في الانتغرات توفيق الكل هم لزا بريدين معناه وليت كل حاجة يعني علختك بالبشرة اي نش والله سمحني علختك بدنك والله يمارسي ريت فما وصرنا اسخت موما طوى مثلا الكل هم تيزا بغي تيزا بغي تيزا بغي ولي حتى في الاسي تيك والله في الواجه احنا عروسك يبش تزاهز الفرش انه اللي اغلل تشري اللي فيما ولي بالطبيع دونك علش ما نرجوش اللي فيما على خطر فما انسانسيان فما بدنك فما يدك بتبيعتها انظيفة باهي نجيوا الهنا اللي نحنا حاجة اللي انا كنت سوربريز ميسيو ايكولو طوى احنا تعلمنا بيانسور كل نستعمل وننظف الوجه متاعي النا شف سورته تنشيف ونعمل المرتبة متاع ولا لكرا انا جوب خفاغ لكرا لكرا علش خطر لكرا بتبيعت حق ريتبقة الوزان نقبط راهي غيان رو مخمش كان شمس رو فما الو فيا والو في بي رو فما حتى كان تحت الصحاب ريتنجم الضر للبو سي لو فييسمان يصير لي تو نجيو وذيك ان شاء الله طريب بيانتو تو نحكيو فيها بالضبط بالقدي بالقدي وكان وصيف نمشي اس بي اف من لواجش على الاسم مش نحن في الايكولوجي ونحكي نسمع فيكم والله كي سمعت في الراديورة جيتني الحكاية ذي والحقيقة باش من نكذب زاد اختي نتلي يحكيو برشا عالماء والماء ثرو ونحن الماء ضايع وانا نكونكم اغسل اغسل وشلل بلقدي شلل وجه بلقدي تخليش تخليش لو برودو بلور متاع الماء هاي كيفش نجمو موظفة شوية هاك تحط حاج وتحط فيها شوية ماء 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 استحفظو على الماء ماء شوية هول ماء شوية مسيال مش حتى كان اني مش كلت الماء مش ناخذ ذاك وناخذ معاه انا بش نحط دز ايبانج ولك لغان دو والات نرسبي من البيبي امجين ابغلي انا استحفظت على الماء 100% اكولوجيا زيدا اني انا كيف نستعمل النظف نعم دي صغير نعم لانا بل صغير وزيدا بل نعم ان غماج ان اكسفوليation نaturel بل صغير لان التنسي تتحرك دم 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 اوكسيجين در دم معنى انا حسي ج ج مال اكسي ج افعل 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 تب وبالعاكزة اعتيت بون من الفيزاج انتاش لقو نتوريل نتوريل معنى توتية نتوريل معنى ها توا قدمت حاجة تعملها بالماء اللي هو نتوريل وميخسرنا حاجة شيء مره ولا رجل كيفشيه يا لنا شوية ماء شوية برودوية تودي بان سابو نتكني فمشكني كني اغسل بالسابو اغسل بالسابو رغيهم هذوكم وحط دك تبدأ هاك تنظف وش نشل خطرة تشليد يزن ديم الماء ونع كان عندك جيل هني نظفت وك التمسيحة كيفاش الناس جو في اسويه هاكا جو فيه تابوت نحط ايدي نحط الماشفة هاكا ايش بد بنفس بالقديم بالقديم خط ومبعد نحيطة ويشيح الوجه متاعك حط لقم بتاعك حط لكريم وهانا حافظنا على الماء وحافظنا على بشرة النظيرة وديما ثم النصيحة الوحيدة اللي نخرجوا بها هو انك عمل دياجنوستيك متاعك بش تختار البرودويل لازم ما عرفتش عمل دياجنوستيك امشي بربي مش مش بش تبيع لك واللحاش امشي الاخصائيين اي 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 نريش عالترانزيسيون إيكولوجيك وعالالاجرو إيكولوجي نمشيوا دي راكت السوليسيون مع موسيو سوليسيون ميلك زميل ونرحب بضيوفنا مادام نورهين بن عياد كهيت مدير الإرشاد والبرمجة في الفلاحة البيولوجية مرحبة بيك مادام مرحبة بيك وشكرا على السيدة مرحبة سي نوردين باتبيعة الحال سي نوردين نصر اليوم حلقة خاصة معك وملك زميل أهلا وسهلا أهلا وسهلا سعيدة مرحبة بالضيوف نعودوا جد وترحيب بيهم ومرحبة بالسيدة المستعمين اللي يسمعوا فينا في كرهوهم اللي يسمعوا فينا في ديارهم واللي يتفرجوا فينا في الفيسبوك سريمين جوتيوب مرحبة بكم بكل ما فاميش أرقام مفزعة لا اليوم لحقيقة بويسك اللي مادام نورهين بحضينا شكرا بتبيعة الحال على قبول الدعوة حبينا هكا نخليوا الكورة عند وزارة الفلاحة خلينا ناخدوا الأرقام من عندهم دونك قبل أن ندخل في الأرقام لحقيقة كلمة بيولوجي بسي فعامة تحسها كلمة ياسر سيونتي فيك ماهيش أكل واصلة برشا للعامة دونك كان نفسروا الناس اللي تسمع فينا شنو نقصدوا بالفلاحة البيولوجية واضح مالك دي جا يعطيكم الصحة هو برميلي بوزيتيفيتي هو تعاطي قطاع الفلاحة البيولوجية اللي هو فيه معنتين نوفاسيون وبش نرجع للتعريف والحق نحب نقدم في كلمتين التعريف كيما قدمت المنظمة العالمية لزراعة العضوية اللي هو قطاع يرتكز على أربعة مبادئ اللي هو مبدأ حماية الصحة حماية الصحة دون لسانس اللي هي فلاحة بيولوجية تحجر استعمال كل ماهو مبيدات كيميائية ومواد اللي تنجمت تأثر على الصحة كنقلو صحة الانسان صحة الحيوان صحة التربة يلستيرا المبدأ الثاني هو حماية البيئة كيف كيف الفلاحة البيولوجية تقوم على استعمال موارد المتجدل كي مثلا الكمبوستاج وكل ماهو موارد طبيعية تقوم على الحذر لابريكوسيان ستون كولتور بريونتف تستعمل معنتها مثلا كنقلو دي كيلتور نستعملو ديمال لفاريته اللي يبدأوا مقاومين للأمراض يلستيرا والعدالة تسكيه إكيتي ديمال تسعى الفلاحة البيولوجية أن يكون فما عدالة على مستوى سليس الانتاج وإلى آخره دونك هذا المفهوم العام قبل ما نقوله فما قوانين وكل راه ومبدأ الفلاحة البيولوجية هي مع أنت عندها مبادئ نبيلة كما كنت نحكي وتخمن في الأجيال القادمة هذا هو دونك هذا ربما المعنى الكبير اللي اللي معرف من المزل اللي قلت عليه المعنى الكبير ولكن خلينا نزيدوا مبسطوا للناس بالعربي دونك اليوم ناس تسمع فينا فلاحة ناس تسمع فيها عنده طب ترض خاصة الشباب والا خاصة الشباب اللي بالحقيقة يحب يواصل يحب يدخل في المشاريع هذه ولكن وين ويزارة الفلاحة من الشيء هذا كل وين الدعم اللي لازم يكون للشباب اللي يحب يدخل في المشروع هذا واضح بالنسبة لأي مستثمر أي شاب يحب يستثمر في الفلاحة البيولوجية أول حاجة أول حاجة يزمكسا عندك القناعة القناعة أنه راهو الفلاحة هذية مكش بش تستعمل فيها نفس التقنيات اللي كنت تستعملهم في الفلاحة العادية بالنسبة للبروسيديور عندها الإجراءات يجبك تتصل بهيك المراقبة والتصديق هذية هايك المراقبة والتصديق متوفرة لقايمة متاحهم على مستوى الوزارة الفلاحة ولا على مستوى المندوبيات وعندنا خمس هايك المراقبة والتصديق معتمدين ومصادق عليهم من طرف وزارة الفلاحة هذوكم بش يتعاقد معاهم المستثمر الويش بش يتبق كرسات شروط خاصة بالإنتاج النباتي إذا كانوا هو مثلا عنده أرض يحب يستثمر نقلو في الزيتون ديقلي سترا بش يدقي يحولها للبيولوجي دونك بش تعاقد مع هايك المراقبة والتصديق يتبق كرسات شروط بش في الأخير يتحصل على شهادة مطابقة على الإنتاج لبيولوجي وهذا كعليش توى باش نحيو شوية كونفيزيورة وكي يقولوا منتوج بيولوجي يلزموا يكون مصحوب بشهادة مطابقة من طرف هايك المراقبة وتصديق مصادق عليهم من وزارة الفلاحة الكرسات الشروط مهيش صعيبة برشة تطبيقها كي ما قلنا تعتمد على ما تستعملش مواد كيميائية لزوجية ما دوما الكائنات المحاورة جينيا ومعناتها مهيش تفاصيل مهيش صعيبة برشة روما صعبوهيش على بيد القناعة وصيرتو إذا كان عندك الاسطوريك ما تداويش برشة في الأراضي وكل نعطيه رقم مدام نورهين كويسكي اللي حكيت على المواصفات تونس مصانفة الأولى إفريقيا من من ناحية نسبة المواصفات للأراضي الزراعية البيولوجية فالتونس هي تحتل والحمد لله دونك هذا هو مزداليزان بوزيتيف اللي يم المراتب الأولى في خاصة في الزيت زيتون في زيت الزيتون على المستوى العالمي العالمي على الأفريقي مراتب الأولى في التصدير في المساحات في المساحات المخصة لدفير زيتين زيتين البيولوجية كيف كيف مراتب الأولى على المستوى الافريقي من مراتب الثالثة على المستوى الافريقي من ناحية المساحات البيولوجية عندها اعترافات دولة دولية تونس معترف بها على الاتحاد الأوروبي وعالاتحاد السويسري أني بلد مصدر للمنتجات البيولوجية هذي يسهل المعاملات زادة للفلاحة متاعنا للمصدرين بش يصدروا منتجاتهم نحو الدول هذية الحق الصاديرات هو وسنية عملنا معنتها رقم قياسي وهيم جداً كان نعطيك حن سنة الفين وثلاثة وعشرين قيمة متاع الصاديرات متاع المنتجات البيولوجية وصلت الف ومية وخمسة وربعين مليون دينار اللي هي معنتها قيمة قياسية بالنسبة للمنتجات البيولوجية تصفى عاما. خاصة أنه في الفين وثنين وعشرين عن ستة ستة ستين الفكهون. ستة ستين الفتن. هذا فما 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 ارتفاع وتطور واللي هو مرتكس خاصة على الزيتون كما قلنا. هيت مادام نورهين نمشي والخبير سي نوردين انتي في قراءتك والتلاعك والعمل المتاعك في معناها فترة مسترسلة على الفلاحة البيولوجية الاجرو ايكولوجي الفلاحة العائلية هل تعتقد فما تحفيزات بقطع نظر على التربة اللي متوفرة والتربة اللي معناها سيتان كونتاكست فافوغابل بور الاجريكولتور بيولوجيك. فما تحفيزات فما شباب. بارك الله فيك نبش بركة بش نكمل الكلام مادام نورهين بالضبط الكلام لقاتها هذك هو الصحيح على التعريف كفلاحة البيولوجية لك انا مش نزيد وسهلوها اكثر هو الوروتور على ناتور هكا ولا مادام نورهين. دكار. سي الوروتور على ناتور. راي الفلاحة البيولوجية هي هي كانت موجودة هي قبلك الريفولوسيون فارت اللي كنا نحكو فيها قبالة اللي جيت بعد الحرب العالمية الثانية. ما كانت ثم موبيدات راهي قبل. وما كانت ثم اسم ده عضوية قبل. كان ثم الغبار. وكان ثم البذور المحلية. هالليزيبريد هذونا ولزوجية مش دود. هكا ولا مادام. صحيح صحيح هذا هو. دونك هكا الفلاحة العائلية بتاعنا الرسمية القديمة راهي هذكا هي الفلاحة البيولوجية. اتغيرت بالتغيرات اللي صارت متاع المواد الكيميائية والواحدة كل شي. ده ادخلنا انها حطمنا حطمنا معناها بيئة. وحطمنا آآ موارد جينية اللي هي انجرفت ومعاش موجودة واحدة كل شي. وللوثنا المايدات. انا باش نربط الكلام باش نعطيك نرجع لك الواحدة. انا كبيرة كنا نحكو على الفلاحة العائلية. عائلية. الفين وربعتاش صار السامبوزيوم انترنسيونال اول متاع الفلاحة الايكولوجي. متاع الفلاحة الايكولوجي. السامبوزيوم الاول. متاع الفلاحة الايكولوجي. عام الفين وربعتاش. الفين وربعتاش. مع الفلاحة العائلية. عام الفين وربعتاش الفلاحة العائلية. السامبوزيوم الاول هذا يا قيل ردوا بالك مراه. الفلاحة اللي ماشي نفاهة هذية لن تنصيف راهي لن تحلى مشاكل العالم ولن تحلى مشاكل الجوع. صار اجتماع ثاني. سامبوزيوم ثاني كبير صار في روما عام الفين وثمانطاش الفين وثمانطاش اربع سنين بعد زاد اكد لكلامة متاع السماب يوم اللول الفين وثمانطاش وقال السمابو الفين وثمانطاش بربي خاليني ينهنان هو يجل تونس 2018 صارت المجلس 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 الأمم مجلس الفاو منتع الدول الشمال الأفريقية والشرق الأدنى في 2018 صار في مي 2018 جوست بعد السمبوزيوم هدايا متاع الفلاحة لغرو إيكولوجي طلبت الفاو من الدول والدول طلبوا من الفاو اعتماد لغرو إيكولوجي في الدول المتاعنا منها تونس الدول اللي راك نقول مجلس الفاو متاع الشمال الأفريقية والشرق الأدنى تونسوا الشمال الأفريقية والدول الشرق الأوسط ولكن ما لورزمه يمكن لخطط سياسية ووظيفية وتقلبات العشناها سينوردينة تيكا سنين عشنا وكورونا وكل شيء ما دخلتش لغرو إيكولوجي في المنوال متاع التنمية متاع الوزارة اللي هي كانت راهي في الكترجة للوثيقة الرسمية متاع نيرك 34 معنا مجلس الأعضاء متاع الفاو صار في الفين وثمونتاش تلقي اللي يلزمنا نخدمه على الفلاح الإيكولوجي لذلك معناها هالترونزيسيون هذي ذلك على جدك العشرية اللي حكونا نحكو فيها متاع الفلاح العائلية العشرين أممية اللي هي مربوطة شفاها كالعشرية تعال العشرية متاع الفلاح فاهم مفهوم توقيع تقري التقرير الوطني متاع الفلاح العائلية الفين واثين وعشرين الفين وثلاثين المخطط اللي هو مخطط بالضبط تقيه مبني على الفلاح الإيكولوجي مبني على التشغيل الشباب مبني على الاقتصاد الدائري والتضامني ومبني على المساواة بين المرأة والرجل هذة هم الحاجات وأهداف التنمية المستدامة سينوردين المستمعين أكيد جداً في طرح الأسألة خلنمشيوا شوية موزيكا ومزنة مواصلين بركة الله وفيك مازلنا مواصلين معكم احنا على راديو مسكسانسيسي.9 في سوليسيون ونرجع الميل لإكزاميل هذة هو كما كان تحكي مدام نورهين وكما كان يحكي سينوردين بلحقيقة كلمهم برش خاصة أنه اليوم نحكيوا على أنه الفلاح البيولوجية ولات حل اليوم وحل البرشة مشاكل حل مشكلة تسويق منتجات خاصة أنه كما قال سينوردين اليوم ولات الحاجة البيولوجية مطلوبة البرة ولات حاجة أساسية تقريبا لهنا مدم وزارة الفلاحة خاصة تزامنا مع إحداث الإدارة العامة لفياح البيولوجية اللي هي لهنا هنا هذا ربما دليل على أنه الوزارة ماشية في المنهج هذا وربما تكون التجربة التونسية تجربة رائدة في المجال هذا بخلاف الإدارة العامة لفياح البيولوجية ما حظرت الوزارة مستقبلا يعطيك صحة مالك هو الحق سينوردين مع أنت أشار الحاجات مهمة وفي إطار الموضوع بالضبط أحكي على الفلاحة الإيكولوجية بصفة عامة الفلاحة العائلية كل ما هو تنمية مستدامة هذا ما راهم المعطيات لكل مربطين ارتباط وثيق بالفلاحة البيولوجية إذن كما كنا نحكي هما مبادئ راه الفلاحة الإيكولوجية ما يبعدوش برشا براتيك موكف كيف كما الفلاحة البيولوجية الحق استراتيجي متاع الدولة أول مبادئ ارتكزت على الفلاحة البيولوجية هي القانون راهو قديم جديد قانون الفلاحة البيولوجية تم إصداره من عام 1999 قانون عدد 30 من 1990 تم إصدار القانون الفلاحة البيولوجية أعمالنا لخدر بشتور قطاع راهو يزمك حاشتين يزمك الكادر رغلومنتير النظام القانوني والكادر أورغانيزيوني والهيكل الإداري والتنظيمي اللي بشين يراقب ويناء القطاع هذي ولكن نحس من خلال إحداث الإدارة العامة أنه إيرادة وزارة الفلاحة موجودة موجودة الإيرادة بطبيعة هيراية الفلاحة البيولوجية وتم تأسيس سنة 2010 الإدارة العامة الفلاحة البيولوجية هيكل خاص اللي هي ما تلقاهش في برشة دول هيكل خاص يعني بالقطاع هذا ومش كان على مستوى الوزارة على مستوى المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية عنا دائرات دوائر دوائر الفلاحة البيولوجية يعني كيف كيف بالإرشاد وتيسير التسويق هذه من مهامهم دي دي للفلاحة البيولوجية خصيصة فما مركز المرأة المرأة ما تنسيوش المرأة فاعلات في الفلاحة البيولوجية سي البرمير فيكتور أكيد أكيد هو الفلاحة البيولوجية الميزة متاحة في تونس أني تعتمد على التجمعات الفلاحة بصفة عامة ما هي تعاونية ويعتمدوا على المرأة خاصة في الجهات ومعنتهم فما برشا نساء ومنظويات في القطاع هذي بصفة عامة كما نرجع نحكي على الاستراتيجية بدأت بوضع القانون بعد 2010 تم إحداث الإدارة العامة وأقسام الفلاحة البيولوجية هذو ما ينشطوا يطوروا يحاولوا يعرفوا بالمنتوج البيولوجي يقوموا ببرامج التكوين تكوين للمتدخلين في القطاع والشباب والشباب بالطبيعة هو الإقبال متاع الشباب برشا على القطاع الفلاحة البيولوجية ورون كما كنت تحكي أنت مالك فما ينجم مالك الانترنسيونا لذلك نجم تقول ما عادش عننا حال آخر يزلنا المنتجات بالطبع التونسي راي مطلوب ببرش نحكي على الزيتين نحكي على الزيتون نحكي على التمور نحكي على النباتات العطرية نحكي على كل شيء منتوج البيولوجي تونسي راي مطلوب برشا الإكسبار في الخارج وخصنا الزيت وبرشا منتجات أخرى يشجع حتى هو بريتوك يبدأ فما المرشي وكل هذي نجم يكون حافظ للإنتاج والتصطير وثم حوافظ أخر ظهري عندهم أندي منيتي تعلق الفلاحة البيولوجية بالنسبة للتشجيعات بسيطة عامل الفلاحة البيولوجية نحن بقانون الاستثمار عند الإحداث المشروع يتمتع بخمسين في المئة حتى من المعدات الفلاحية وكل خمسين في المئة كيف كيف خمسين في المئة على تكاليف المراقبة والتصديق في الفلاحة البيولوجية دونك هذو ما حوافظ اللي ينجم ويشجع يشجع المستثمرين وإحنا بطبيع الهدف همتعنا هو القيمة المضافة أكثر حتى من الحوافظ هذو ما دونك هذا بصفة عامل حق والاستراتيجيز ويش نرجع لك على الحكاية دونك التوسكي استراتيجيك وكل طوال استراتيجية اللي نخدم عليها على مستوى تطوير الفلاحة البيولوجية ما ترتكزش كان على الانتاج فقط بينما على كامل حلقات المنظومة ومعنط ما الانتاج للتحويل للتسويق كيف كيف طوال قاعدين نخدم على مشروع تطوير السياحة الفلاحية ذات العلاقة بالفلاحة البيولوجية قاعدين في إطار مشروع تعاون تونسي بلجيكي نحب ونخدم ونطور الجهاد خطر عنا موتونسيال كبير كبير في بلادنا بش نطور هالقطاع السياحي الفلاحي هذا المشروع معنا فما هاوكا توريزم بالنيير وكل بطبيعته يمشي على روحه كل ما يفما ينيش العباد واللي تحب تمشي للرياف تشوف عنا معناتها بشنا نطور وبي بطبيعة في إطار قانوني بانت تار نقطة مهمة انت حكيت على السياحة الفلاحية أنا مش نقول لك الفلاحة البيئية الفلاحة الفلاحة البيئية والسياحة البيئية وهم الكل هم مشتركين في حاجة بركة أنك تمن المنتوج الفلاحي متاعك وتعطي للطبيعة قيمتها واللي تستحق إن بوتيت كستيون مدام أنا حابة نعرف إنساء اللي ينقطعوا على التعليم المتاح من الانقطاع المبكر المرأة اللي تقص على قريةها هل انتم تمشي وتعملوا انكات وتشجعو ومش يحلوا معناها مراكز إنتاج دي بتي معناها أنتر بخيز في الأميك اللي هم خاصة عن داخل الجهات خاصة معنا المركزية والله إحنا بالطبيعة معنا برميل الأشياء اللي نشتغل عليهم هي تحفيز الشابات واللي يخدموا على الشلام مدام عندها صرتو عنا روز صفوار فار إحنا في المنتج هذه برميل الحاجات اللي نخدموا عليها سيل تشجيع النساء بصفة عامة بشيخدموا في القطاع هذية وجوز بين قوسين نحن بينتون إن شاء الله في 25-26 عفريل عنا معرض بيوك سبول حق زاد حبيت نشير له إن شاء الله بشي نظموا بشيكون فما برشة فلاحة ومنتجين ومنتجات لل في الحبيولوجية في الحبيولوجية مؤتمر مدام عنا حدث سنوية عيش تونس لأول مرة كانت تحكين عليه شوية تفاصيل المؤتمر العالمي مزلت قيدة درس ولكن يقعد فرصة أكيد هو الحق أني تونس حتى تم اختيار هذا ما يزيد كان يبين اللي مكان التونس في الفلاحة البيولوجية على المستوى العالمي بصفة عامة سينوردين أنت تجربة كبيرة السياحة الفلاحية هذي خدمتهم لكل حاصلوا هي خاطرة كن نربطوا مع السياحة الفلاحية وين بش تكون هي عند ش كون عند الفلاح العائلي بالضبط شو خاطرة السايح وبيش يمشي هو بش يمشي اياك المنتوج محلي عند ش كون عندك الضيعة هذيك هي الفلاح العائلي الفلاح العائلي هي تقطب السياحة الفلاحية إذا كان ما حفظناش على الفلاح العائلية ما نجموش نعمل السياحة الفلاحية وإحنا ركتوريز على البلان دعوان ناشنال هكا صلاحي 2022 2030 هذا في معنى بعجل نقاط والله إحنا وقت يحضرنا البلان دعوان ناشنال عمان 2022 2030 عمان يكمل في 2019 2028 2019 2028 عمان 2030 لماذا؟ كان وقتها قابلنا مخططات المخطط الثلاثي والمخطط الخماسي المخطط الخماسي اللي هو 2026 2030 على أساس أن الفلاح العائلية هذه المخطط يدخل صلب المخططات التنموية الوطنية أنا نوجه نداء بما أن نحن خدمنا وخدمنا قاعد وهو المخطط تعمل في الجهات ومن الجهات عملنا وطني ولا مخطط وطني ناشيونال ناشيونال وهو ممتاز وفيه وفيه المشاريع اللي هي قايمة اللي هي قايمة والفريق المشاريع اللي هي مبرمجة وما هو سي مبرمج معنا مخدوم بطريقة ذكية الكتابة الكتابة العامة المخطط الوطني والتنسيق المتاع العشرية عند اتحاد الفلاحين أنا نداء نداء الاتحاد الفلاحين للتفعيل دور اللجنة الوطنية تم لجنة وطنية في تونس مكونة من ترف الفاو والفداء وزارة الفلاحة وزارة شغل اجتماعية وزارة تكوين المهني والتشغيل مؤسسة البحث التعليم العالي الفلاحي وزارة اتحاد المرأة واتحاد الفلاحي اللجنة الوطنية هذه تم لجنة دولية عالمية تم لجنة عالمية تم لجنة وطنية احنا تونس كنا تدخل للانترنت تدخل الفرام ريرال مونديال تلقى تونس من ضمن 14 دولة في العالم اللي هي حذرت البلون دكسيو ناسيو وعملنا طريقة في طريقة تشاركية شاركة الناس الكل في اعداده الوحدة وهو موجود اللي حبي اتطلع على موجود في اتحاد الفلاحي تعمل تلقى في بخطة لذا تفعيل والمتابعة عملناها المشروع هذه خين تابعوه هذا هو مدام الوزارة حضر شكرا مديلك سي نور دين ناصر خبير اممي لدى منظمة الاغذية والزراع الامم المتحدة لا فاو بتباعة الحال نشكروك مدام النور هين بن عياد كهيد مدير الارشاد والبرمجة الفلاحة البيولوجية ومالك زمال اللي كان عندك ما تقول فقط حبيت نخدم انه جانب وزارة الفلاحة وكيف جانب على فاور مهم من برج ورأي الفلاحة البيولوجية هي صلب الفقرة التي تكون حل من الحلول حل للمشكلة الامن الغذائي في تونس وحل لماج خاصة وانه تجربة تجربة رأدة في تونس نستحفظ بالنسبة للشوبين والشباب اللي حب ينخرط في الحاجة هذه التي سأل وزارة الفلاحة رأي متعاون برشا كيف كيف ما قالت مادم نورهين وهذا هو الفلاحة البيولوجية حاجة مهم برشا ويعطي مساحة بالموزيكة نحن ننهي حلقتنا اليوم اللي كانت خارق العادة على لاجرو ايكولوجي لاجري كولتور فاميليال ايه تخيز انترسان بشن عديو ميساج لإيكولوجي بيان سو استحفظو علمي نقسم التبذير وإلى اللقاء وبس لام اشتركوا في القناة